اشتركوا في القناة نسبة لبلادنا في الواقع كما تعلمون فنحن اليوم اضخلنا في مرحلة دقيقة لأن هذه خمس سنوات الجفاف المتتالية ويمكننا نقولون أننا في بلادنا عمرنا ما عشنا هذا المستوى الجفاف اللي عشنا في هذه السنوات الأخيرة منذ سنة 2019 وبالطبع مني تكون تراكم فتجل أن الوضعية المنطلقة تكون ضعيفة والإشكال لماذا كان ضروري أننا نضعو السيدات الوزراء والسيدات الوزيرات في الصورة للوضعية اللي عشنا فيها لأن هذه الصورة اللولة فهي أبانت أننا نمتجين لقدر الله إلى سنة جافة أخرى وهذا هو الإشكال الحقيقي اللي يوم تروح سنحولي نعطيكم بعض المعطيات باش نفهموا الوضعية اللي عشنا فيها أولا تساقطات المطارية تساقطات المطارية فهي اليوم كانت في المعدل ديال 21 ميليمتر فقط فات الشهر كمعدل وبالتالي اليوم تنتكلموا إنه إذن كانت تراجع مقارنة مع سنة عادية ديال 67% بالتساقطات المطارية باش نعرفوا الوضعية اللي احنا فيها ثانيا وهو إنه درجات الحرارة فهي درجات الحرارة فهي كانت كذلك مرتفعة احنا تجاوزنا المعدل السنوي بدرجة و30 فات الشهر اللولة وهذا بطبع عنده وقع للتبخر والوضعية ديال ديال السدد النقطة ثالثة كذلك اللي تخصنا نعرفو وهو إنه بنسبة الواردات ديال لدخلات السدد فات الشهر الأولى فهي لم تتجاوز 519 مليون متر مكعب السنة الماضية سجلنا مليار و500 مليون متر مكعب في الثالث الأولى ديال تراجع ديال تلوتين وبنسبة للخمس سنوات الماضية تراجع ديال أكثر من 50% لإنه كان متوسط ومليار ومياتين مليون متر مكعب ولإنه ترحت وشنوما المناطق الليمانية سنوضعكم في الصورة كذلك ديال أولا النسبة اللي إحنا فيها ديال الواردات اللي توصلنا بها المتوسط اللي وصلنا فيها اللوكوس اللي هو أكبر خزان المال اللي عدنا في بلدنا من مناطق اللي تيكون في عديد متساقطات المطارية هل تخصنا نوضحوا بأن كانت تساقطات المطارية غير بارح تنزل وصلنا 22 مليمتر وكنت خلال تنزل مدينة وتمشي للبحر ما تدخلش المناطق فين كين السودود باش نعرفوا واش كانت واردات أملا مائية اذا بالنسبة اللوكوس المعدل السنوي هو 282 مليون متر مكعب كانت تدخل السودود هاته السنة دخلت فات الشهر اللولى 23 مليون متر مكعب بالنسبة الملوية كانت تدخل 311 مليون متر مكعب دخلت 121 هاته السنة بالنسبة السبو اللي في عندنا اكبر خزان مع سد ديال الوحدة كانت تدخل 758 مليون متر مليون متر مكعب دخلت فقط 90 مليون متر مكعب مش نعرفوا الوضاية اللي احنا فيها بالنسبة لأبي القراق كانت تدخل 147 مليون متر مكعب دخلت 14 مليون متر مكعب فقط بالنسبة الأمر كانت تدخل 694 مليون متر مكعب دخلت فقط 195 مليون متر مكعب وانتم عارفين الوضاية ديالسيد المسيرة اللي هي وضاية مزرية لاننا اقل من 30 مليون متر مكعب في الوقت ان القدرة الاستيعابية ديال السد واجور المليار 700 مليون متر مكعب اقل من 1 في المية تنسيفت كانت تدخل 98 مليون متر مكعب دخلت 41 مليون متر مكعب سوس مسا كانت تدخل 160 مليون متر مكعب دخلت فقط 10 مليون متر مكعب بالنسبة لدرعة دواء نون كانت تدخل 165 مليون متر مكعب دخلت فقط 4 مليون متر مكعب وبنسبة لزيز كيرغريز كانت تدخل 50 مليون متر مكعب دخلت فقط 21 مليون متر مكعب اذن توضح لكم الصورة الامدادات والواردات المائية فهي ممكن نقول وصلنا الوضائية خاطرة جدا وهذا عمرنا ما كنات نتصوره اننا ممكن نوصله لهذا الحد بالنسبة لهذا السنة بالطبع هذا كان عنده وقع على نسبة مل السدود النسبة اليوم فهي لا تتزاوز 23.5% ولي عدنا 3 مليار 790 مليون متر مكعب السنة الماضية اللي كانت سنة جافة كذلك كنا في 31% دي المل السدود اذن عندنا تراجع ديال سبعات النقط مقانة مع السنة الماضية وبالتالي نسبة السدود بنسبة السوس ماس هي 11% بنسبة الأمر ربع فهي فقط 4.75% بنسبة الملوية فهي 25% بنسبة لوكوس 39% بنسبة الكيرزي زغريس فهي 27% بنسبة درع ودنون 20% وبالنسبة السنسيف هي 46% إذن هذا وعد مالوم الساقية الحبران أنتم معرفين بأن النسبة فهي ضئيلة جدا هذا اللي تجل أن عندنا بعض المناطق اللي هي تجل أن الوضاية اللي وصلنا لها فهي وضاية اللي هي صعبة خصوصاً خصوصاً بالنسبة النظام ديال سد المسيرة المنطقة ديال السطار المنطقة ديال برشيد هذه المناطق كلها فكين واحد تخوف بالنسبة المستقبل عدنا كذلك بالنسبة النظام ديال اللي هو متروح ديال طنزة أصيلة عدنا الإشكالية متروحة كذلك بالنسبة النظام ديال الحسيمة وعدنا إشكالية متروحة كذلك بالنسبة النظام المملوية بالنسبة لبعض المناطق المهم فاتح كله وهو أنه بالطبع أملنا كبير بالله سبحانه وتعالى لأن باقة الشهر المقبلة هي التي تكون أكثر إمطاراً بالنسبة لبلادنا وباقي معلومة وتكون كذلك التولوج التي تساعد كذلك على ملء السدود ولكن دائماً تنستغل في إطار الصراحة واللغات الحقيقة والاستباقية هذا اللي تجعل أنه كان من ضروري أنه الحمد لله أخذنا العديد من التدابير اللي كان كما كنا نأخذناها بالنسبة للربط المائي ما بين سبول أبير قراءة طبقة التوجهات الملكية لكن حتى الحوض ديال الرباط والمنطقة الضابدة كانت ستكون من ضرورة الحمد لله راعدنا سنعرف بأن تدخل مليون وثلاثمائة ألف متر مكعب يومياً تدائياً من آخر شهر أكتوبر وهذا الأمر تجعل أنه تجعل أن الساكنة ديالة المناطق فهي ما تضررش بالقدر في هذا الإطار وهذا فضل هذا المجهود اللي يدار زيادة لطبع برامج لتحليات المياه واللي درنا تسريع فيها كما تعلمون بالنسبة الجديدة وآسفة بفضل المكتب الشريفي الفلسفات آسفة 30% هذا الماء سأشرب تجيدي من تحليات المياه وابتدائم شهر النائي الموقفين إن شاء الله بالنسبة الجديدة كذلك ستستفيد من تحليات المياه بكافيات تدريجية وبالطبع وتسريع في وطيرة إنجاز البرنامج اللي كنا رفعنا جهات المالك وتسمى المصادق عليه في إطار الجلسات العامة اللي ترأسها جهات المالك دي العديد من المحطات دي التحليات المياه وكذلك تتعطى انطلاقا إن شاء الله ابتداء الميناه المقبل بنسبة المحطة دي التحليات المياه دي الدار البيضاء اللي كما تعلمون المكتب الوطني المأسا هو اللي شرف على هاد على هاد العملية واللي جعل انه الصفقة فهي تعطات الواحد مجموعة ديال ديال المستميرين واللي تعطات أقل ثمن تاريخيا في البلد هي أربعة أقل من أربعة ونص ديال درهم أربعة درهم ونص الميتر المكعب بالنسبة شنعطيكم واحد فكرة بالنسبة الماء اللي هو تحليات المياه اللي درت دبا مثلا في أقادير فالكلفة هي ديال عشرات درهم الميتر المكعب وبالنسبة المكتب الشريف الفوسفات الكلفة هي خمسة درهم وثمانية وثمانين اللي باش نعرفه وبالتالي احنا لان التوجه هو استعمال طاقات المتجديدة وبالتالي احتدد الدخل ان شاء الله سيكون كذلك تمان اللي هو غيكون قليل وهذا والتوجه اللي مشات في هذه الحكومة بنصم محطة المقبلة كلها غدار بالطاقات المتجديدة باش ننقل الصوت تكلفة على بنسبة الماء سرع الشرب بنسبة الساكنة وكذلك بنسبة الفلاحة لانك هين مناطق سقوية اللي غتستفد كذلك من تحليات المياه ثم تباتي وكذلك انه في اطار الاتفاقية الشراكة اللي تم من امضاء عليها من طرف جاية مالك محمد السيد دول الله ورئيس دولة دولة الامارات العربية المتحدة فكين كذلك هذي الجوانب ديال تحليات المياه وبطريقة تكون استثمارات كذلك في الاطار وليمكن نأكلكم بان ان شاء الله هذي المحطات المقبلة كلها ان شاء الله سنطلق ابتداء من سنة 2024 طلب العروض لكن سنطلق هذه الصفاقات في اطار كذلك هذه الاستثمارات المقبلة اخيرا وهو انه احنا المسؤولية جاننا كحكومة وهو اننا نديروا الاستباقية بحلي قلت واننا نديروا هذا الانضار المبكر باش منتخذوا التدابير اللازمة والتدابير اللازمة بالطبع كان مزهودا العرض وكان كان موجودات التي تخصدر كذلك مجال الطلب وفي مجال الطلب انتم معرفين باننا لدينا مشكلة كبيرة ديال العقلانة ديال الاستعمال الماء وطرحنا عدة مرات معنا عدة تدخلات لا في البرلمان ولا مع كذلك الميانين في هذا الاطار وكان اشكالية ديال النزاع المائية لاننا كان عديد ديال الماء اللي تيمشينا في القنوات وكان اشكالية والمسكين لا زرم طرح رغم كل ما قمنا به في اطار تحسيس الى اخير وبالتالي اليوم اللي هو مهم هو انه اللزن الجاوية اللي تطرق السادة الولاد والعمال واللي هي تتبه بكيفية يومية الحالة ديال المياه فهي غد تخذ كل تدابير لازمة باش اننا يكون هنا واحد العقلنا ديال طلب وكذلك باش يكون واحد العملية اللي غد جال ان الامكانية المائية اللي عدنا فعطم نستعملها في 3 أو 4 شهور اننا نستعملها 6 أو 7 شهور الام ان شاء الله تكون الامطار اللي غد ساعدنا باش ممكن نجاوز هال اشكالية من بين هذه التدابير هناك بالطبع تقلص من ضغط اللي تكون في الماء وكاين كذلك انقطاعات في الماء الى كنس ضرورة لذلك هذه غدار على الصعيد المحلي لان حسب تطور الوضعية اللي يناع على الصعيد كل جماعة وكل مدينة هذا كل شوف هاد هاد الامور كل اولا انتم معارفين بان هاد الاملية فهي مستمرة لأساسي وهو انه اليوم احنا نتكلم على جزء النقط اللي مهمة النقطة اللول وهو الزميد الساكنة بالماء سال الشرب اللي نتطرح السؤال الأولوية هو الماء سال الشرب وتانيا عدنا السقي ولكن هذا تجل انه في بعض المرات يكون صعوبة ديال التحكيم ولكن الأولوية اللي عدنا اليوم هو انضمن الماء سال الشرب بنسبة الساكنة وان نعم كل ما امكان نعطيه الامدادات اللازمة باش نقضو ما يمكن انقاذه في مجال السقي ينم بالمنتجات الفلاحية الضرورية وتاني تكلمو كذلك على واحد الراصيد ديال هذو الفلاحة الصغار مساكن اللي هما بنسبة هذو الحياة ديالهم هو كل شي ورأس الماء اللي عندهم وبالتالي هذا هو الصعوبة اللي عندنا باش كيفية باش ممكن ندبر هاد المرحلة احنا اللي يمكن نقول لكم باننا يمكن نشتغلو إلا في إطار شفافية مع المواطنات والمواطنين في إطار المسؤولية وفي إطار كذلك أننا نتحمل جامعا المسؤولية في هذا الوضع الصعب اللي سنجاوزه بفضلي الله سبحانه وتعالى والسلام ولكم رحمة الله وشكرا